بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء جديد عبر إشراقات الغد يجمع بيننا وبينكم ندعوكم باسم فريق العمل أن تابعونا عبر هذه الحلقة الجديدة ومعروف أن السلام والتسامح وغيرها من المفردات والمترادفات جلها تنتهي إلى أن السلام هو الغاية والهدف وحتى تصل المجتمعات إلى سلام متكامل لا بد أن نتجاوز كل الخلافات العرقية والجهوية والقبلية والعقائدية حتى نصل إلى هدفنا السامي وهو السلام والذي لا يأتي إلا بتكاتف وتضافر وإخلاص النواية من كل أبناء الشعب السوداني كل في موقعه سعداء بكم في هذه الحلقة التي نتناول من خلالها تحديات السلام والعدالة الانتقالية عنوان لحلقتنا وأسمح لي أن أرحب بضيفين عزيزين معي داخل الأستوديو الدكتور محمد عيسى علي رئيس مركز إشراقات الغد دكتور سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيضا الدكتور حسن محمد حمد خبير منظمات المجتمع المدني عضو الأمانة العامة بمركز إشراقات الغد نحن أيضا سعداء باستضافتك وعليكم السلام ورحمة الله بداية دعنا ننطلق من عنوان هذه الحلقة وأنتم قد أقمتم سمينار تناول ذات الموضوع ذات العنوان الهدف من هذا السمينار بداية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا أكرر الشكري الشديد لقناة الشروق الفضائية وكل العاملين فيها ولك أخي أجعلي شخصيا والإخوتك الذين معك في هذا الستوديو نرجو أن نكون مملين في طالتنا على إخوتنا المشاهدين لهذه القناة ولكن أحيانا ظروف تجبرنا أن نكون ضيوف إن شاء الله إن شاء الله يطلال خفيفة إن شاء الله نكون غير ثقيلين خلال ما يتناوله موضوعات متسلسلة لهذا البرنامج نتكلم عن السمينار بالضبط قبل السمينار طبعا قمنا ورشة صغيرة في المركز من مختصين وحتى تغارب شوية النظر ثم أقمنا هذا السمينار يوم أربعة حداشر في فندق الكبير سابقا الآن فندق هولدي وأما هذا السمينار حوالي 66 شخصا من قيادات السودانية والكفاءات العلمية والخبرات وكان العنوان كما تفضلت هو السلام وتحدياته ومن ثم العدالة الانتقالية والتعايش السلمي ونعتقد أن المشاركة كانت فعالة وكان هناك اختراحات جيدة وتوصيات مفيدة نسأل الله أن نوفقنا كي نرفض بها أجهات المعنية والحكومة تخوض مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة نعم إن شاء الله ستعود إليك دكتور علي لنتحدث عن توصيات هذا السمينار نفصل فيها ولكن دعنا ننتقل بالحديث للدكتور حسن محمد حماد ومنظمات المجتمع المدني بالتأكيد أيضا يعول عليها كثيرا في أن يكون لها دور فعال جدا في عملية السلام نتحدث عن دور منظمات المجتمع المدني أولا التحية موصولة للمشاهدين الكريم الكرام عبر الشروق وفي هذه الأيام الطيبة أعياد الميلاد الميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنظمات المجتمع المدني هي الركيزة التانية أو الجهاز التاني الطوعي الذي يسند كل السياسات الرامية لتعزيز وتطوير السلام في السودان وهي شريك أساسي في كل القضايا القضايا الإنسانية وخاصة قضايا السلام ولعل منظمات المجتمع المدني تستعرف بأنها هي دائما الجهاز الموازي لجهاز الدولة يعني الدولة تقوم بما تقوم به كدولة ولكن المنظمات المجتمع المدني أيضا لها دور إسنادي لكل سياسات الدولة وهي المحرك الحقيقي لكل القضايا وهي قرون الاستشعار في المجتمع ولذلك نحن في مركز إشراغات الغد نعول كثيرا على دور منظمات المجتمع المدني وهذا المركز إن شاء الله سيكون له له ما بعد هذه الورش يعني أعمال كبيرة جدا ونزول لكل مناطق السلام إن شاء الله وكما ذكر الأخ تفضل الأخ رئيس المركز بأنه هناك خطة كبيرة تنتظر إن شاء الله في للتنفيذ ومنظمات المجتمع المدني ضل أساسي وشريك أساسي في تنفيذ هذه الخطة نعم دكتور عليون عود للسامينار والذي استهدف ما يقارب يعني أكثر من 65 من المشاركين كيف تم انتقاء هؤلاء المشاركين ومباشرة ندلف للحديث عن التوصيات التي خرج بهذا السامينار طبعا انتقاء المشاركين من نواحي كثيرة طبعا الخبرات في مجال العمل الضوئي كما تفضل أخي دكتور حسن وممكن استفادة من المنظمة المتعام المدني هناك عدد من الإخوة والأخوات في هذا الإطار أيضا استفدنا من الكفاءات العلمية الدكاترة في الجامعات السودانية في جامعة السودان ووزارة العدل مستشارين هم الذين قدموا الأوراق وأيضا هناك حركات مسلح وقعة سلام استضعين عدد منها من قادثة والمرأة والشباب وهؤلاء تقريبا هم المكون الأساسي لهذه الورشة المفيدة جدا وفي الحقيقة التوصيات كثيرة جدا لكن منها الورشة أمنت تماما على دعم عمية السلام المستمر الآن في جوبا وبتتوقع أنه في 21 نوفمبر أنه تكون مفاوضات حوار بين أشقاء وشركاء تتوقع ذلك لذلك أمن السمينار بكافة أعضاء على دعم هذه العملية السلمية التي إن شاء الله تبدأ قريبا النقطة الثانية أيضا التوصيات في أنه هذا السلام يكون سلام غير مسبوق يستفيد كما ذكرنا زمان تكون الإستفادة قوية جدا من التجارب السابقة ويكون سلام غير مسبوق من حيث الاهتمام بالكليات المجتمع السوداني المتضرر من الحروب وركزنا أيضا في التوصيات على أهل المصلحة يعني أهل المصلحة فيهم النازحون وفيهم اللاجيون وفيهم المتضررون في داخل الولايات الملتهبة لا بد من مشاركة مشاركة فاعلة أيضا أمن السمينار على أن هناك قضايا تناقش في هذا الإطار ولكن هناك قضايا كلية قومية هذه قضايا القومية الكلية لا بد لهم من مؤتمر سوداني شامل يشارك فيه قارة الحركات المسلحة ويشارك فيه قارة المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الكتل السودانية تشارك في هذا المؤتمر حتى يكون المؤتمر الأول والأخير لأنه لم يسبق أبدا من تاريخ السودان منذ استغلاله لم يقوم مؤتمر شامل يناقش كل قضايا السودانية وبالتالي أمن السمينار على هذا المؤتمر الشامل الكبير أيضا الحقيقة السمينار أشار إنشارة خاصة بكل أطراف التفاوض سواء كان حركات مسلحة أو وفض الحكومة لأنه واضح جدا فيه هم وطني مشترك وأريحية تقريبا كأن الثقة بدأت تعود وتعود من جديد هذا غير موجوز سابقا كان فيه توتر وكان فيه توجس لكن واضح جدا أنه الآن الحكومة وحكومة الخبير الحمدوك وقبله طبعا المجلس السيادي يعني اهتموا بالغ جدا فلذلك إحنا أيضا أشدنا بهذا هذا الوضع وهذا الروح الجديدة في التفاوض وإشارة خاصة للفريق أول محمد حمدان تقوله نشتكل أنه يعني رجل يعني عبر تماما عن القضية الآن الهموم الآن يعني حتى إخوة كلهم أشاهدوا برغبة في التنازم الموقع مهرا للسلام أنا أعتقد الروح ممتازة جدا وذلك ندعم هذه الروح وندعم العملية السلمية المستمرة في جبع وإن شاء الله سنرفد الإخوة في الحركات وفي الحكومة بالتوصيات بكامة مكتوبة إن شاء الله نعم النقطة الأخيرة يعني مسألة مهمة جدا لأنه كثير من السمينارات والويرش وتستهدف نخبة في مجالات مختلفة ولكن المخرجات أو التوصيات ستكون يعني في الغالب الأعم حبيسة الأدراج والأضابير ولم تجد يعني الفرصة لتنفذ على أرض الواقع بعدم وصولها مرات يعني كثيرة لجهات الاختصاص وأحيانا عندما تصل لم تنفذ فإلى أي مدى أنتم مستعدون للمتابعة حتى تصل هذه التوصيات القيمة التي تحدثت عنها نحن طبعا صحيح مئة مئة كلامك صاح كثير من المنتديات والورش تنتهي مع انفضاد السامر مع مراسم الحزد زي ما يقولوا لكن الآن نحن كان مفروض نقدمه من أمس لكن رأينا بأنه لابد أن نقيم نفس هذا السمينار في واحدة من الولايات الكبيرة والآن وفد مقدمتنا ذهب للفاشر وإن شاء الله الأحدة والإثنان القادم إن شاء الله نقيم نفسي هذه الورشة في الفاشر والفاشر طبعا لا بعد نعم بعد كبير جدا مع تقديرنا شريد لكل ولاد أخر والقلنا الفاشر رمزية ونعرض هذا السمينار في الفاشر بنفس هذا العنوان ونشوف رد الفعل والإضافات التي ممكن تضاف وإذا ما كانت نظروف قبل واحدة شنة سنطوف بعض الولايات الملتهبة كلها وإذا ما تمكننا مبدئيا نعطي هذه التوصيات توصيات الفندق الكبير وتوصيات الفاشر إلى الإخوة في الطرفين حتى يستفيدوا بغضل المستطاع من مخرجات هذا السمينار لأنه فعلا فيه كوادر وفيه قيادات وفيه كفاءات مستقلة تماما وأنا أعتقد أنه ممكن الجميع يستفيد ولهذا إحنا أسسنا هذا المركز ولهذا إحنا أسسنا معكم هذا البرنامج الأسبوع إن شاء الله دكتور حسن يعني دكتور علي في معرض الحديث تحدث عن مخاطبة قضايا المناطق التي يعني كانت فيها الحرب ومعني بالسلام بالدرجة الأولى معروف أن السودان كله يعني يتوق للسلام ويعني يريد أن يكون هناك سلام ولكن أصحاب المصلح الحقيقي هم الذين يعني اكتووا بنيران الحرب فأن تنتقل فكرة هذه الورشة أو هذا السمينار إلى فاشر السلطان بالتحديد بهذه الرمزية التي تحدث عنها إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا أيضا مخاطبة لأصحاب المصلح الحقيقيين وتلمس قضاياهم حتى يشاركوا في المخرجات التي يخرج بها هذا السمينار وبالتالي يكون لديها الفائدة المطلوبة أنا أفتكر أن منظمات المجتمع المدني يعني هي أنا كما ذكرت أنها شريك أساسي في عملية السلام ولكن فوق ذلك هي أيضا تهتم بالمبادرات وأنا أفتكر أن المبادرة الكريمة التي قامت بها الحكومة في الفترة الفاتت ووضعت سلام أولوية في السودان هي واحدة من الأشياء التي تساعد منظمات المجتمع المدني في الإسهام في عملية السلام وخاصة المناطق التي تأثرت بالحرب ومركز إشراغات الغد يعني له يعني تصالات كبيرة برأسته وبقواعده كلها وبدأ حقيقة يعني أنا ما بقول استبق الأشياء ولكن يعني خطوة بخطوة مع مبادرات السلام التي أطلقتها الحكومة سواء كانت في جوبا أو في السودان أو في خارج السودان كل المجهودات مقدرة بالنسبة لأن في منظمات المجتمع المدني مهمتنا فقط أن نسنت هذه الجهود حتى يصبح السلام واقعا ملموسا معايشا إن شاء الله نعم دكتور علي يعني بالتأكيد البحث العلمي ومراكز يعني المراكز وكذلك منظمات المجتمع المدني في كثير من الدول يعول عليها في أن تلعب دور وتطلع بدور كبير جدا في مناحي الحياة المختلفة وعندما يرتبط الأمر بالسلام بالتأكيد تتعاظم المهمة في الفترات السابقة يعني لم تجد هذه المنظمات أو حتى البحث العلمي والشق الأكاديمي الذي يمكن أن يسهم في حالة الكثير من المشكلات لأنه يأتي نتيجة بحوث ونتيجة يعني دراسات علمية عميقة تصل بالناس إلى الحلول المطلوبة ولكن في الفترة الماضية لم يكن هناك مساحة لهذا الجهد وأنتم الآن يعني تغطون خطوات واثقة بإسنادكم هذا الأمر يعني أخصائيين أو مختصين في المجالات المختلفة لا سيما في عمل السلام فإلى أي مدى يمكن أن تصبح مسألة التغيير التي حدثت في السودان حتى على مستوى الأفكار في أننا نأخذ يعني هذه المبادرات وهذه البحوث العلمية ما أخذ الجيد حتى تسهم معنا في بناء السودان الجديد السؤال وجه جدا طبعا للأسف الشديد الحكومة المبادرة السابقة هي بتفترض أن هي على حق دائما ودائما بتضع مثل مؤتمراتها يعني مؤتمر قبل أن يقوم التوصيل يكون جاهزة وبالتالي هي كانت ما بتعطي مجال لأن تفضلت للبعد العلمي والكفاءات والخبرات لا بالعكس عندنا ناس محددين بيطبخوا لها الطبخة قبل أن تبدأ مفاوضة هذه الطبخة بتكون جاهزة للأكل بدون أي إضافة أو نقصة للأسف الشديد وبالتالي دائما بتفشل هذه المفاوضات مع الحركات المسلحة وغيرها لأنها هي عندها عقلية محددة ما عندها رغبة في دفع مستحقات السلام وهذا قررنا كثير جدا جدا معهم ووضحناهم ويهنهم بكل قوة في أن هذه الطريقة لن تؤدي إلى سلام والسلام الآن كما تفضل مع الحرية والتغيير أصبح كل شيء في الفضاء يعني ما في جريدة تقهر ولا أفواه تكمم ولا قلم يكسر وبالتالي أنا متأكد جدا الحكومة بتستفيد من الطرحات التي تقدم على الهواء مباشرة منها هذه الأفكار التي تقدمناها بكل جراء الناس يتكلمون بكل وضوح يعني مثلا تناول عدالة انتقالية عدالة انتقالية زمان حقومة السابقة عندما تتحدث عن الانتقالية النفس بيقوم أولا ما تقول عن عدالة انتقالية النفس كله بيقوم العقومة تتكلم أنها هي المستهدة في عدالة انتقالية وما لا يوجد حديث عن عدالة انتقالية بقدر ما شيء بسيط جدا مننا الآن تكلمنا عن عدالة انتقالية بكل وضوح يعني أطعف الإيمان في العدالة الانتغالية هو تعويض المتضررين ثم إنصاف المظلومين ثم نظن في التعايش السلم إذا ما هذه الحكومة يتكلم عن التعايش السلم بمصالحات كل هذا انتهي مع مراسم الدفن أول ما دفننا هذه الاتفاقات وقعناها كأنه قبرناها بالتالي ما في مصالحات الآن السيستم لازم يبدأ بأن التوقيع السلم ثم العدالة الانتغالية ثم تعايش السلم أعتقد في هذا الإطار إذا الحكومة ساعدتنا ممكن ندل مباشرة إلى مستقبل جديد ومعافى إن شاء الله تعالى نعم دكتور حسن بعد التحيي لك من جديد يعني هناك عديد من المناطق اكتود بين إيران الحرب كما ذكرنا النيل الأزرق جنوب كردوفان ودارفور هذه المجتمعات عانت ما عانت من ويلات الحرب وما زالت آثار هذه الحرب يعني تتمثل في حياتهم اليومية في نقص في الخدمات وإلى ما ذلك من أشياء كيف لهذه المجتمعات يعني أن تتجاوز تاريخ هذه الحرب الطويلة التي دارت في تلك المناطق وما دور منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر؟ منظمات المجتمع المدني حقيقة يعني دورها في هذه القضايا دور إنساني أولا تقديم الخدمات التدريب التأهيل النفسي والصحي الذي يقدم لهؤلاء المتضررين أو لهؤلاء الضحايا من كافة المجتمعات على المستوى المحلي على المستوى الولايي على المستوى السودان على المستوى العالمي المنظمات المجتمع المدني تمتد يدها إلى خارج السودان يعني تشارك أيضا في المجالات الدولية يعني في المنظمات الدولية في منابر عالمية تسهم بدورها أيضا في المساهمة ومعالجة قضايا الوطن ككل يعني اللي هي في النهاية تصب في معول السلام وفي معون السلام ولذلك منظمات المجتمع المدني معنية بالاهتمام بالمجتمع المحلي بالتدريب بعد أن تأذن لها الدولة لأن المجتمعات المدني ما عندها سلطة السلطة عندها الدولة الحكومة هي المسؤولة وهي التي تأذن والآن الحمد لله المناخ متاح لكل منظمات المجتمع المدني أنها تلعب دور كبير بشراكات سواء كان محلية أو خارج السودان أو كذا أو بقدراتها بإمكاناتها بمؤسساتها كلها بفروعة المنتشرة في كل أنحاء السودان أنها تسهم إسهام واضح في معالجة قضية أزمة السلام وحل معالجة قضية السودان في هذه المناطق خاصة أنها هي مناطق عانت كثير من الحرب وويلات الحرب ومنظمات المجتمع المدني هي معول أو معون إنساني اجتماعي طوعي يعني يقدم الأشياء بصورة إنسانية أكثر منها رسمية يعني هي ما مؤسسات رسمية ولذلك متى ما أتيح لها المناخ ومتى ما أتيحت لها الفرصة أنا أتوقع أنها تلعب دور كبير جدا في تأسيس السلام ولا شك أنا أكرر أنه جدية العقومة والتزام بأن السلام أولوية هو واحد من الأشياء التي ستسهم إسهام كبير جدا في تعجيل عملية السلام وما ذكروا الأخ الدكتور عليها من أنه الأخ الفريق أحمد حمدان كان في جوبا وغيره من أخوانه كلهم في المؤسسة في الحكومة وفي غيرها حقيقة ده أدى روح طيبة لمنظمات المجتمع وشجع منظمات المجتمع المدني أنها تضع البرامج اللي ممكن تسهم بها في برنامج السلام في السودان دكتور علي رغم أن السلام تحدثنا في كثير من الحلقات بأنه أصبح مطلب شعبي وهدف كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم ولكن هناك البعض لا يريد لهذا السلام أن يكتمل ويمكن أن تكون هذه واحدة من التحديات التي تواجه السلام في المرحلة الحالية هناك تجار حرب هناك ما ينتفع من أن تستمر الحرب إذا كان في دارفور أو في النيل الأزرق أو جنوب كردفان أو غيرها من مناطق السودان المختلفة فإذا ما أريدنا أن نتحدث عن بعض التحديات التي يمكن أن تواجه السلام في الوقت الرائع والله يا أخ جعلنا أشكرا جدا الحقيقة ولدي أسئلة وجيهة والله أسئلة وجيهة منطقية يعني إحنا مراقبين وشعرين يعني كما تفضلت أن فيه جهات واضح جدا ما عندها رغبة لتحقيق السلام وأنا ما عايز أتكلم أقول وأعرف وأستعجل وأقول الدولة العميقة ما عايز أقول الدولة العميقة الدولة العميقة هذه طبعا هي طبعا ما في شكل موجودة في كل مكان في كل مكان موجودة بسطور شيء طبيعي في القبيلة في حاجة دولة عميقة كان بصابة التجار دولة عميقة وكان دولة وهكذا لكن يعني أنا أرجعك بسيط المغامسة الانتفاضة 85 الدكتور جونقرن كان في بعض الأمر مؤيدة الانتفاضة ولكن فجأة قطعنا الخط لجونقرن عشان ما يجي الخرطوم لأن نستعجلنا طوالي فترة الانتخابة لا عميقة الناس تنوى طوالي قلنا انتخابات وهو رايل بقاتل له 7-8 سنين لابد أن يدوه فترة ويندمج في المجتمع ويكون حزبه ثم بعض ذلك نخوض انتخابات وعشان يقطع الخط له وفقعت الفترة الانتخابة السريعة وبالتالي هو قال الانتفاضة عبارة عن ما يتوب ورفع يده من دعم الثورة وامتد الأمر إلى فصل الجنوب الآن في جهات يعني أسف الشديد يعني بكلام ده يقوله يعني بكل وضوح بس ما ده لا سمي لأنه ده بجيب لينا هو ده ما يقوله لكني عارفة نفسها الآن زي ما تفضلت أخجعلي مع عاديدين سلام هيقطعوا الخط للحركات عشان ما تيجي وتندمي في المجتمع وتكون أحزافها عشان تقوض انتخابات بالتشارف مع الآخرين ويفتكلم ده خطورة خطورة بالذات الهامش كما يسمى لأنه هامش ده وفيه الحلو هامش ده فيه نور فيه عقهر وفيه من وهكذا ويفتكلم أنه الناس ده ذاجات وشاركت وخشت معانا في انتخابات يعني يكون في مستقبلنا يكون مظلم سياسيا وأنه الله يقول لهذه النظرة غير خطأ كبير جدا سوء أن ده للجميع وهؤلاء الناس عندما يحضرون سيذهبون في المجتمع يعني لن تكون كل هذه المجمعات كتلة واحدة مستحيل مستحيل تكون حزو واحد نهائيا يعني الاتحادي حرجع اتحادي والأمة يطلع أمه والشويري يرجع شويري والدستاني يرجع شويري وقليل ما هم اللي يمكن يكونون له محزو وبالتالي أنا أحب أطمن إخوان نجيس وكما دولة عميقة ولا مفاهيم خاطئة أو قوة خايفة تستلب أنا أعتقد أنه نطمنهم أدعم السلام عشان السودان يقوم على رقليه وعشان الجميع يشارك وأنا متأكد حقيقة نفسهم في المستقبل مع الآخرين ولكن هذه الطريقة أنا شايفة الآن في وقوف ضد الآن يبدو أن الحركات طلعوا بها قبل يومين الحركات المستحيلة وقعنا في اتفاق المبادئ على نقاط الآن الحكومة بتحاول تتراجع عن هذه النقاط وبالتالي يعني معناه إذا متفضل في جهات من خلف الكواليس شغال عشان السلام دي ويقولهم يا جماعة أدعموا السلام السلام دي والله لا يأتي بخير إن شاء الله سيأتي السلام بالخير نتمنى أن تفلح كل الجهود لتحقي هذا السلام سنذهب إلى فاصل ومن ثم نأتي لنتواصل معكم في هذه الحلقة تكرموا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة أينما كنتم في هذه الحلقة من إشراقات الغد ويتواصل الحديث فيها عن تحديات السلام والعدالة الانتقالية والتعايشة السلمي ضيفان عزيزان هما الدكتور محمد عيسى علي ورئيس مركز إشراقات الغد ودكتور حسن محمد حمد خبير منظمات المجتمع المدني عضو الأمانة العامة بمركز إشراقات الغد دكتور محمد الحديث عن منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات التي تم تكوينها في الفترة الأخيرة إلى أي مدى هذه المنظمات بهذه الكثافة وهذه الأرقام الكبيرة تستطيع أن تلعب الدور المطلوب منها في مرحلة السلام أولا تعدد منظمات المجتمع المدني ما فيه مخافة أبدا يعني ما فيه خوف لأنه هي أي منظمة لها مانديت معين ومهمة معينة سواء كان في التنمية أو في السلام أو في الأعمال الأخرى ولذلك مهم في أن منظمات المجتمع المدني تعمل شراكات وتقوم وتضع برامج عملية منظمات المجتمع المدني مهمة الأساسية أنها تحس الحكومة وتساعدها وتساندها وتمشي معها في إطار السلام يعني كيف تدفع بالسلام بروح طيبة سواء كان بالتدريب أو بالتسقيف للمواطن أو بشرح حتى سياسات الحكومة مساهمة منها يعني من تفضلا من منظمات المجتمع المدني لأن منظمات المجتمع المدني كما ذكرت وأنا أكرر أنها هي ما أجهزة رسمية هي أجهزة طوعية ولذلك بيدقون بما هو طوعي أنا أفتكر أن منظمات المجتمع المدني الموجودة في السودان إذا فعلا توظف التوظيف السليم ووضع برامج يعني بتعضد وبتعزز مسيرة السلام السلام بيكتمل أنا أمن على الكلام الأخونا قالوا الدكتور محمد عيسى أنه السلام فيه تحديات وأهم التحديات أنه كيف الحكومة تستطيع هي كدولة أو كحكومة أنها تكسب المعارضين وأنا أتوقع أنه أخونا محمد دكتور محمد لأنه لو باع في هذا المجال وهو واحد من المفاوضين من قبل يعني أكتر من عشر خمسار سنة له تجربة طويلة أنا أتوقع أنه نسمع منه في هذا الكلام يعني في هذا الجانب لكن إحنا كمنظمات مجتمع مدني بنحس الحكومة أنها ما تفرد في أي مستوى في أي قدر من السلام حقك حقه نحافظ عليه وده يبقى لنا أرضية عشان إحنا نوسع فيه دائرة السلام وأنا على يقين أن السودان الأهل السودان أهل فطرتهم سليمة وفطرتهم فطرة التسامع والسلام مبني على السماح وعلى التسامع إذا أن إحنا في السودان كلنا تراضينا أن إحنا نتوقع أننا نكون نموذج للعالم الآخر خاصة أن إحنا في تجربتنا في منظمات المجتمع المدني حينما نخرج من السودان بنلقى أنه نفسنا كأننا قدوة للآخرين أقول هذا بلا فخر يعني نعم في كل مستويات منظماتنا بتاعة المجتمع المدني حتى في نظام دولتنا مهما نكون مهما نكون مختلفين كالسودانيين برا لكن برا وجهنا واحد وشكلنا واحد وقضيتنا واحدة وفي النهاية في الداخل أيضا مصيرنا هو السودان أنه السودان يتوحد ويرقى إلى سلام للأجيال القادمة نحن بنقول أنه بنبشر الأجيال القادمة أنه المرحلة القادمة إن شاء الله هي مرحلة معرفة ومرحلة علم ومرحلة تطور حقيقي ومرحلة عقل نعم يعني أكتر منها مرحلة بتاعة فتن ومرحلة بتاعة هي مرحلة عقل ومرحلة علم قليني نحن ندي فرصة للمجتمع المدني ندي فرصة للأخوان للأجهزة الحكومية أنها تضع البرامج اللي ممكن نسندها عشان ما نحقق دولة راشدة ودولة مستقرة ودولة بتنعم بالسلام ومواطن بينعم بالسلام في السودان دكتور حسن طالب أنه من خلال خبرتك التراكمية في أمر السلام والمفاوضات يمكن أن تكون هناك إضافات حتى فيما تعلق بالتحديات التي تجابها السلام واتفاقيات السلام الآن والله طبعا الحكومة السابقة يعني إحنا قاعدنا ناغشهم هم إخوتنا سودانيين زينا يعني قاعدنا ناغشهم في أنه هم دائما ما عندهم إرادة يعني ما عندهم الرغبة وعندهم الإرادة في دفع مستعقات السلام لكن الآن أخونا داقلو قال أنا مستعدة نازم من سلطتي دي مهر للسلام ولكن داقلو هنا بين المدرستين الشيطاني طبعا الدولة العميقة أو القوى الخايفة القوى الخايفة من مستقبل السلام لأن تحدي جديد لما عندهم كلية كاملة وحكومة كاملة عندها فهم معين عايزة لجي الحركات بالتفتيت بالتشتيت بكذا وكذا وكذا فتكلا أنه دا ممكن حقيق لها ما أريبا طوي العمر بعد ذلك كما تندقت الحكومة كان زمان طبعا لا حاجة كده فقاقع كده عشان تكسب الرأي العام للعالم وكذا لكن الآن الشيء اللي جاء بهنا للتحدثة الجديدة قال دكتور حسن التحدثة الجديدة لأنه الناس في الداخل هنا اللي خايفين من توقيع السلام هذه الشيحية دي مخيفة بعد ذي ما فلق تمسكهم يعني عم تقول الله الفلانيين ولا كذو الحزب الفلانيين لكن مفاهيم عامة عشان كده دا تحدي جديد يعني هسع الإخوان دي في الحركات أو زي ما قلت طلعوا بيان شفتكم تعين الولدة اتفقنا مع وفد الحكومة في أنه لا يعين إلى أن نأتي وأنا كم زمان قبل بدلي قبل فضل المظاهرات دي كلمت في التلفزيون معي واحد من الحرية التغيير فيهم تبع أنه هو فهم مقاصر للأسف لأنه قبل ما فهمه مع الحركات قالوا إحنا حنشكل فقومتنا وحنخلي خانات فأنا قلت له دا كلام خطيط جدا حسن الحركات ما بيقبولوا كلام دي دي عندكم خيارين يأما تخلوا الحكومة دي تستمر بقالاء الوزارة إلى أن توقع سلام أو الحكومة تشكلوها وتكون حكومة أعباء فقط أعباء تصريف مهام حكومة مؤقتة إلى حين توقيع سلام إلى حين توقيع سلام والآن الحكومة جائز عندها تحدي جديد في الداخل أنه الولايات حكامة عساكر ومم مؤدين قسم ومكلفين وحكاية مدني ودي عامل تأثير على الوطع في الولايات أنا أجد عزر للحكومة أجد عزر للحكومة في أن أتفكي لكن كان دا كان ممكن وفد الحكومة يناقش الحركات في الإطار دا ذاته يعني ما يو إذا أوقع يلتزم نعم إذا أوقع قال ما تشكل الحكومات الولايات إلا بعد توقيع السلام قلت كلام منتهي لكن خلاص أنا أعتقد إذا في تراجع فلتكون العملية الكلية الحكومة دي بوزارته بولاياته تكون حكومة مؤقتة تصريف أعمال نغيرها إلى تصريف أعمال إلى حين توقع السلام لأن السلام دا زي ما قالوا أن الغايب رشجرة يصهر الآن قد لا يصهر يعني قد يجي السلام بعشر شهر ثلاثة أربعة خمسة المدة قد تطول أو تقصر ولذلك أنا أعتقد أن الحكومة الآن حكومة الخبير حمدوك وولاياته إذا أعلن ولااته كل هذه الحكومة مؤقتة تصريف أعمال إلى أن نوقع السلام مع الإخوة في الحركات المسلحة تتحل كل هذه الحكومة وتشكل الحكومة من جديد بمفاهيم مشتركة وليذلك كويسة جدا لأخونا الحمدوك أنه فرصة يعني وزراء لإختارهم دي يشوف منه فيهم كفاءة ممتازة منه قدراته ضعيفة الوالي منه ضعيف يعني ذاته هي برضه تدي فرصة في أنه يقيم تجربة حكومته عشان ما نقتله مع أخواننا ديلي يعني ما يقولوا والله طبعا نطمي هما قدر نطلع فيها ويان حكاية الولادة عشان قدر لازم نفكر في حل وسط يوفق الأوضاع أيضر أنه ما يشكل حكومة التغالية أو حكومة تحت ولايات وذي طبعا مشكلة بالنسبة لي حمدوك في ولاياتهم أو نتفق مع الحركات عن الوضع لكل يكون تصريف أعمال فيما في وزارة المركزية وما في الولايات وذي أفتكر حل منطقي ومرضي لكل الأضراف نعم دكتور حسن بعد توقيع السلام بإذن الله تعالى من شهود المخلصة التي تحدثنا عنها والثقة المتوفرة واختلاف حتى يعني الأجواء أجواء التفاوض منذ قبل هذا ينبي بأن السلام قادم بإذن الله تعالى طال الأمد أو قصر نتمنى أن يقصر حتى يتحقق السلام في أجزاء السودان مختلفة لكن لا بد من أن يكون هناك عمل موازي فيما يتعلق بردق النسيجي الاجتماعي في أن يعود التسامح كما هو كان يعني سابقا في الشعب السوداني أن يعود التعايش السلمي بالمفهوم القديم أن يظل الشعب السوداني متماسك بكثير من القيم متماسك في بعضه البعض هذه الجزئية مهمة وربما يكون دور منظمات المجتمع المدني في يعني إشاعة روح التسامح وكذلك التعايش السلمي يكون يعني متقدم على غيرها من المؤسسات أنا لو فهمت كلامك أو سؤالك هو يعني ما هو دور الآليات آليات السلام في المرحلة القادمة ومنها اللي هو هي حاليا الطريقة اللي نحن بدين بها في مركز إشراقات القد في أننا نعمل ورش أولا عشان حدد الآليات اللي ممكن تنفس هذا السلام أو تنزل السلام إلى أرض الواقع والآن زي ما تفضل أخر رئيس المركز أنه مركز إشراقات القد في الأسبوع القادم سيقيم ورش للسلام حول تحديات السلام والعدالة الانتقالية والتعايش السلمي في ولايات دارفور وهذه هي النماذج اللي ممكن تعين الحكومة في أنها تؤسس سلام دائم وسلام مستغر وبمعنى أنه السلام إذا أننا ما استطعنا نصل لصاحب القضية اللي هو زي ما سمهم الأخات الدكتور محمد عيسى أصحاب المصلحة وجلسنا معهم واستنطقناهم وعرفنا القضية بتاعتهم وعرفنا المظالم ووضعنا معالجات موضوعية ومقنعة ما بيقع سلام الشعب السوداني ما بيتغشها نحن كمجتمع مدني مقتنعين بأن الإنسان المواطن السوداني أصدق له كلمة واحدة أفضل من أنك تدي من ألف كلمة ما لها قائمة يعني ولذلك متى ما صدقت الدولة هو صدقت الحكومة في برنامج بتاع السلام ونزلته عبر أجهزة كلها وساندت منظمات المجتمع المدني أنا أتوقع أنه أن نحن نصل لسلام دائم ومهيئ ومستقر وسلام مبشر ومطمئن بإذن الله لأنه أهليات السلام تكمن في الجوديات تكمن في إعمال رد المظالم زي ما زكر أخونا محمد عيسى التعويضات إذا طلبت وذي كل أشياء موجودة في العالم يعني في نمازج نمازج عالمية حتى مش على السودان ونحن عندنا برضو في السودان عندنا نمازج والسماحة السودانية أنا دائما بنتكلم عن السماحة والطيبة والنفس السودانية السوداني ممكن يعفي يعني يعفي يعفي الروح يعفي الروح نعم الجايدة محمد عيسى انتهى الموضوع خلاص إخواننا داك فلان دا السودان وأنا أدي أمسي لكثير يعني أن إحنا عرافنا أو ما عندنا من التقاليد ومن العراف ومن الرواكيب بنسميها بالترادشنال اللي هي التقاليد يعني العادات والتقاليد بتاعتنا عندنا الترادشنال له اللي هو العراف وتقاليدنا وكده أرفع من كتير من المواسيق الدولية اللي نحن حاليا في المنظامات المجتمع المدني بنتكلم عنها يعني السوداني الآن يعني أن إحنا مشينا كورتي في قضية أهلية حلاها عمنا العمد أحمد كنبال الله يرحمه في أقل من ساعة القضية القضية دي أمام المحكمة 25 عام 25 عام حلا فقط قلنا لها عم أحمد أن إحنا غير أننا نشرب الموية ما بنأكل في بيتك أكبر يعني كونك ما تاكل دي بالنسبة له أكبر من المشكلة فمشي جانا في حل المشكلة في أقل من ساعتين جانا بحل المشكلة الله يرحمه أمنا أحمد كنبال أمنا آدم رجال في مقدوم في نيالة وهم سلة كثيرة في الشمال والشرق حسب تجربتنا يعني عرب اتنين سايقين بقرهم الحرامي قطعوا البقر شالوا مني البقرة عندنا ناس زي دي في زمان في دارفور فدخلوا الزريبة ودارين يبيعوا البقرة البوليس جابا للمقدوم سأل للحرامية قالوا البقرة حقتكم قال لي حقتنا علامتكم شون قال ما عندنا علامة قال لي انت علامتك شونه قال لو ناديت البقرة دي بتتبعني قام نادى البقرة حمير حمير تبعته وبالتالي هو أخذ المحكمة ده السودان احنا بنفتكر احنا المجتمع السوداني عندنا ارس ارفع من القوانين وارفع من الواسيق الدولية اذا استخدمناه في هذا السودان ان شاء الله نطلع الى بر الأمام بدون معركة شكرا دكتور علي ده بقدني مباشرة لسؤال يعني حول ضرورة ان يتكاتف جميع ابناء السودان بخبرتهم بحكمتهم يعني بكل هذا التسامح الكبير وبكل التقدير لما هو كبير يعني في مسألة السلام امره هم جدا خاصا وانحنا بنتكلم عن اصحاب المصلحة بنتكلم عن المجتمعات المحلية المتضرر من الحرب فما اكثر الاجاويت هناك وما اكثر الجوديات وما اكثر الذين يستطيعون حل هذه المشكلات دون تعقيد يعني بتكلم عن ساعة لحل مشكلة ربما يعني احتاجت لي اشهر عديدة في ان تحل بالقانون او بالجوانب الرسمية شكرا يزيل الحسب دراساتنا وقراءاتنا وزياراتنا للسودانيين شمال وجنوب وغرب وشارك اكثر من 95% من السودانيين ما عندهم اي اشكال بل بالاكس يعني عندهم رغبة عارمة في ان تحقق السلام في البلاد ما فيش ذلك شك لذلك هما مع وحدة السودان مع وحدة الكلمة مع الاستقرار مع يعني السلام لكن في فئة قليلة جدا وانا بخاطبة الان هذه الفئة لا تزيل عن 5% من السوداني لكن سوطة عالي وهذه الفئة فقط رغبة الاستحواز والاستئسار بالسلطة والسروة ويفتكر انه اي جهة جديدة بالضايقة احنا جماعة نقول لهم يا جماعة كفاية زي ما قال خوايات بريست تصفاي انكم انتم خلاص خلوكم مع الاخرين خلوكم مع الجميع كفاية جدا لانه اكتر من كده اي شيء فات حده بنقلب ضدو انا والله يخاطب هذه الفئة هي فئة تعرفني وانا بعرف وانا غشت وانا غشتني انا اعتقد انه حقه نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونرجع الى ضمائرنا بلد انتهت سودان دا انتهى خلاص سودان الاملاق دا اقعد تماما اقعد تماما بفاعل هذه خمسة في المئة والله ما تزعان خمسة في المئة كلهم ابرياء لكن صوتهم خفيط وما عارفين يمشوا وين يمشوا من وين لكن هذه الفئة متنفزة سواء كانوا في الحكومة السابقة ولا الحكومة الموجودة ولا ممكن تكون حكومة مستقبلية هذه الفئة موجودة نحن بنخاطبة نقول اشفق شوية على هذا المجتمع وانا اجاب لسؤالك انه الغالبية العظمى من السوداني هي مع الوحدة ومع الاتحاد ومع الاستقرار لكن هذه الفئة البسيطة ارجو انه نخاطبة في انه تكون حزية تكون حزية مع الناس نعم دكتور حسن في معرض حديثك في المحور السابق تحدثت عن تجارب الدول وممكن نقتفي اثر كثير من الدول عندها تجارب في صناعة السلام والاستقرار والتعايش رغم التباين الكبير بين مجتمعات واغذين كثير من الدول في البالة الآن يعني اي زول متابعة بيستحضر هذه الدول فالأي مدى نستطيع ان نقتفي اثر ترك الدول في تحقيق العدالة الانتقالية التي نتحدث عنها انا اولا هذا السؤال ينقلني الى وجود السودان على المستوى العالمي ونظرة المجتمع العالمي الاول المجتمع الدولي للسودان السودان في وجوده في البند العاشر الآن بالنسبة انحنا كمنظمات المجتمع المدني وحسب مفاهيم المنظمات المجتمع المدني وحسب المواسيق الدولية السودان في البند العاشر هو خارج عن مرحلة الانتهاك يعني تجاوز مرحلة الانتهاكات الى مرحلة التعافي الآن السودان في البند العاشر النماذج التي يعني كانت في بعض الدول يعني في بورندي وغيرها هي نماذج قامت بطريقة مختلفة من حقتنا نحن شوية يعني نماذج قامت بأسس عرقية أولا بحتها وتحلت بنظم سياسية نحن قضيتنا قضية اجتماعية في المقام الأول يعني قضيتنا قضية اجتماعية صحيح هي برضو في عليها الظلال السياسية لكن الظلال السياسية ما يعني تسبق الظلال الاجتماعية يعني عندنا مشاكل داخلية حقتنا هي تطورتنا إلى مشاكل أخرى بعد ذلك جافيها المطلب السياسي بيقى قطية ولذلك المجتمع يعني الآن السودان مؤهل مؤهل أنه يتجاوز جميع هذه العقوبات بتطوير فقط إذا كان قام المكتب القطي والسودان استطاع أنه يضع من الشروط ومن الكوابع يعني المكتب القطري الجايدة اللواء يجيس في الدورة 42 في جنيف بأنه يقوم مكتب قطري للرقابة من الرقابة للرقابة لحقوق الإنسان إذا السودان استطاع أنه هذا المكتب يضع له تكيف يعني حسب المانديد بتاعه بصورة ما يتوافق مع مفوضية المانديد بتاع المفوض السامي في السودان ونجح فعلا استطاع أنه يضع ضوابط ضوابط أنا بقول ضوابط لأنه أي مؤسسة إنت لما ما تضع لها ضوابط هي بتعمل بالكيفية هي بتراها إذا السودان نجح في دي أنا بتتوقع أنه خلال عام السودان يعبر يعبر كل هذه المعاسي وعبور السودان لكل العقوبات ولكل الحاجات الأمام دي هو يعني المفتاح الأساسي للسلام في السودان نعم مفتاح أساسي للسلام في السودان ونحن يجب أن نغلق ملف هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن تحديات السلام والعدالة الانتقالية والتعاشي السلمي حسب الوقت المسموح لنا كنا نتمنى أن يسمح لنا الوقت بالحديث في محاور أخرى ولكن لا أملك إلا أن أتقدم إليكم بالشكر ضيوفا أعزاء دكتور محمد عيس علي ورئيس مركز إشراقات الغد شكرا جزيلا لك وكذلك الشكر لك دكتور حسن محمد حمد خبير منظمات المجتمع المدني عضو الأمان العام ببركز إشراقات الغد والخبير القانوني وغيرها من الصفات سعدنا باستضافتكما في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن تحديات السلام والعدالة الانتقالية والتعاشي السلمي في محاور مختلفة متصلة بعنوان هذه الحلقة مشاهدي الكلام أشكر لكم طيب المتابعة وحسنها حتى ملتقانا بكم إن شاء الله إن بد الله في الآجال ومنحنا الصحة والعافية في حلقة الأسبوع القادم حتى الملتقى لكم تحيات فريق العمل وتحياتي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر